اعزائي طلب الطالبات التعليم الفني التجاري اهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برامجنا التعليمية وحلقة اليوم مخصصة لطلبة الصف الثاني سنوي التجاري شعبة الشؤون القانونية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات والنهاردة مع بعض هنستكمل شرح مادة القانون التجاري احنا كنا بدأنا مع بعض في القانون التجاري وقلنا ان احنا عندنا السنة دي ان شاء الله بندرس القانون التجاري على ثلاث أبواب الثلاث أبواب ما هم الا توضيح او شرح لبعض احكام قانون التجاري الجديد رقم 17 لسنة 1999 وقلنا ان احنا هناخد في الفصل الدراسي الاول الباب الاول وهو باب الاوراق التجاري في الفصل الدراسي الثاني بناخد مع بعض بابين الباب الاول هو باب العقود التجارية والباب الاخير هو باب الشركات التجارية طيب نرجع بقى للفصل الدراسي الاول اللي احنا بنشرح فيه حاليا وقلنا الاوراق التجارية انا عندي كام نوع من انواع الاوراق التجارية ايوا يلا نفتكر مع بعض اول حاجة الكمبيالة السند الازني انا عندي ثلاث انواع من الاوراق التجارية طيب لما المشرح ذكرهم ذكرهم على سبيل المثال ولا على سبيل الحصر نفتكر مع بعض ايوا قلنا ان هو ذكرهم على سبيل المثال يعني لو عندي ورقة توفرت فيها جميع الخصائص اللي اخدناها في الاوراق التجارية والورقة دي اللي هي كمبيالة ولا شيك ولا سند اذني اقدر اقول عليها ورقة تجارية ايوا اقدر اقول عليها ورقة تجارية وهي انطبق عليها جميع الاحكام اللي بتنطبق على الاوراق التجارية طيب واتكلمنا عرفنا مع بعض ايه هو الشيك وعرفنا ان الشيك بيتكون من 3 اطراف ساحب ومسحوب عليه ومستفيد بس هيجي طالب شاطر يقول لي إيه؟ يقول لي استني أنت قلتي أن المسحوب عليه في الشيك دايماً بيكون البنك برافو عليك فعلاً المسحوب عليه في الشيك دايماً بيكون هو البنك والشيك كمان بيكتب دايماً على نموذج بنكي دايماً بيكتب على نموذج بنكي وكمان قلنا أن الشيك بيكون مستحق الدفع بمجرد الاطلاع علشان كده إحنا اعتبرناه كأداة للوفاء ولكنه لا يصلح أداة اقتمان حد من الشاطرين اللي معايا بقى يقول لي ليه؟ أيوة برافو عليكم هو لا يصلح كأداة اقتمان لإذا ما فيهوش أجل هو بيستحق بمجرد الاطلاع إنما مين اللي فيهم أجل؟ عندي الكنبيالة وعندي السند الإزني هم دول اللي يصلحوا يكونوا أداة وفاء وأداة اقتمان طيب بعد كده اتكلمنا مع بعض عن السند الإزني وقلنا السند الإزني بيتكون من كام طرف؟ بيتكون من طرفين وهما المدين أو محرر السند والطرف الثاني هو المستفيد وقلنا إن السند الإزني كان دايما مظلوم معايا لإن إحنا بنحرر سندات إزنية بس الناس مسميها إنه هو كنبيالة لما بنروح نشتري أي سلعة مثلا هنشتري موبايل بقول أنا دفعت مقدمة من الفلوس مبلغ مقدم من النقود والباقي كتبت على نفسي بيه كنبيالات وعرفنا إن المقولة دي غلط وإن إحنا ظلمين معانا السند الإزني لأن المفروض أقول أنا كتبت على نفسي إيه سند إزني وبعد كده نخلنا على شرح الكنبيالة وقلنا الكنبيالة هتكمل معانا مدة طويلة شوية في شرحها لكن كل الأحكام اللي بناخدها على الكنبيالة لو فهمناها كويس جدا وذكرناها هنلاقي إن الشيك والسند الإزني سهلين قوي قوي بالنسبة لنا لأنه هتلاقي في الكتاب فأغلب الأحكام وهو بيشرح السند الإزني والشيك ويقولك إيه وبالرجوع لأحكام الكنبيالة يبقى أنا لازم أكون مذاكر الكنبيالة كويس جدا علشان أقدر بعد كده أوصل ما بين أو أقدر أربط ما بين الكنبيالة والسند الإزني والشيك في أحكامهم طيب علشان ما طولش عليكم إحنا هنبتدي مع بعض دلوقتي بمراجعة سريعة على اللي أخدناه في الحلقة اللي فاتت وهنكمل عليها اللي إن شاء الله هنشرحه النهاردة يلا نبدأ مع بعض إحنا في الحلقة اللي فاتت كنا أخدنا إيه؟ كنا أخدنا قلنا إن أنا عندي فيه الكنبيالة هدرسها على كم مبحث على ست مباحث أول مبحث هو إنشاء الكنبيالة تداول الكنبيالة ضمانات الوفاء بالكنبيالة الوفاء بالكنبيالة الامتناع عن الوفاء وأخيرا انقضاء الالتزام المصرفي وبدأنا في الفعل وتكلمنا عن إنشاء الكنبيالة طيب في إنشاء الكنبيالة عرفنا فيها إيه؟ عرفنا الشروط الموضوعية لإنشاء الكنبيالة وقلنا هنتكلم كمان عن الشروط الشكلية لإنشاء الكنبيالة وتكلمنا عن الأصار اللي بتترطب على تخلف أحد البيانات ووقفنا عند الشروط الاختيارية في الكنبيالة طيب تعالوا بقى نراجع مع بعض سريعا كده نفتكر ايه هي الشروط الموضوعية لانشاء الكنبيالة الشروط الموضوعية لانشاء الكنبيالة عندي هما كام عندي اربعة ايه هما قالك اول حاجة الرضا الصحيح محل الالتزام السابت في الكنبيالة سبب الالتزام السابت في الكنبيالة اهلية الالتزام في الكنبيالة يبقى الشروط الموضوعية هنحفظها واحنا مغمضين ايه هي الرضا محل سبب اهلية تمام طيب بعد كده اتكلمنا مع بعض في إنشاء الكنبيالة عن الشروط الشكلية لإنشاء الكنبيالة طيب عرفنا في عندي كم شرط من الشروط الشكلية عندي اتنين ايه هما أول حاجة الكتابة طيب وتاني شرط طوافر البيانات الإلزامية في الكتابة قلنا لابد أن تكون الكنبيالة في شكل محرر مكتوب طيب وقلنا أن الكنبيالة بما أنها من الأوراق التجارية فإحنا هنقول يجب أن تظهر في شكل محرر مكتوب وتكلمنا بعد كده عن طوافر البيانات الإلزامية وقلت أن المشرع اشترط وجود عشر بيانات إلزامية تكون أو إلزامي تكون موجودة في الكنبيالة ايه هما العشر بيانات دول قلنا مع بعض أول حاجة كانت كلمة كمبيالة أمر الدفع مبلغ الكنبيالة اسم المسحوب عليه اسم المستفيد تاريخ إنشاء الكنبيالة مكان الكنبيالة معادة الاستحقاق مكان الوفاء وأخيرا توقيع السحب يبقى دي العشر بيانات إلزامية اشترط المشرع وجودها في الكنبيالة وعرفنا كمان إن ترك أي بيان من البيانات دي بيعرضنا لإيه بيعرضنا لبطلان الكنبيالة طيب قلنا إيه هي الأثار اللي تتبقى على تخلف أحد البيانات وعرفنا مع بعض إن أنا عندي كام حاجة عندي أول حاجة تخلف بيان الإنشاء قلنا لو تخلف بيان مكان الإنشاء لو تبطل الكنبيالة ولكن بتعتبر الكنبيالة إنشاءت فين في المكان التخلف بيان الإنشاء في المكان في عنوان الساحب طيب بعد كده تخلف بيان مكان الوفاء هنقول وقتها بتكون الكنبيالة مستحقة العنوان في العنوان مستحقة الوفاء في العنوان الموجود بجوار اسم المسحوب عليه وفيه تخلف بيان الاستحقاق هنقول ان الكمبيالة بتكون مستحقة الدفع لدى الاطلاع يبقى انا عندي بعد كده اتكلمنا عن الشروط الاختيارية في الكمبيالة وقلنا ان فيه الشروط اللي قررها المشرع او اشترطها المشرع لها الشروط الموضوعية والالزامية دي بتاعت او الشكلية دي بتاعت المشرع انما بقى فيه شروط تانية ممكن المتعاملين في الكمبيالة يضفوها للكمبيالة بس بشروط ايه هي اول حاجة ان هي لا تخالف هذه البيانات النظام العام تاني حاجة لا تؤثر على طبيعة الالتزام الصرفي السابت في الكمبيالة طيب وعرفنا ايه هي الشروط اللي هنتكلم عنها قلنا اول شرط هو شرط الرجوع بلا مصاريف او بدون احتجاب شرط عدم القبول وشرط التقديم للقبول شرط عدم الضمان شرط اختار المسحوب علي لكن قبل ما هنتكلم عن الاربع شروط اللي معانا فانا عايزة احط قعدتين اساسيتين معانا بقى في كل الشروط اللي احنا هنتكلم عنها اول قعدة بتقول ان الشرط اذا وضعه الساحب فهذا الشرط بيسري على الكمبيالة بالكامل يبقى لو المسلا وضع شرط عدم الضمان الساحب وقتها ايه هيسري على جميع الكمبيالة ولا على اشخاص معينين فيها لا بيسري على الكمبيالة بالكامل طيب القعدة التانية بتقول لي اذا وضع احد المظاهرين شرطا بيسري الشرط على هذا المظاهر واحده تنفيذا لمبدأ استقلال التوقعات اللي بقى لو عندي المظاهر كتب على نفسه شرط عدم الضمان الشرط ده هيسري على مين هيسري عليه فقط ولكن لا يسري على باقي الموقعين على الكمبيالة طيب تعالوا نبدأ مع بعض في شرط الرجوع بلا مصاريف او بدون احتجاج في شرط الرجوع بلا مصاريف او بدون احتجاج وقلنا ان البعض بيطلق عليه شرط الرجوع بدون نفقة والمسميات كلها صحيحة قلنا ان في الكمبيالة الساحب والمستفيد والمسحوب عليه 3 اطراف انا عندي فيه الساحب الساحب عندي هو طرف مشترك او عامل مشترك ما بين المستفيد وما بين المسحوب عليه فالساحب ليه فلوس عند المسحوب عليه وفي نفس الوقت الساحب عليه فلوس او عليه مبلغ ليه المستفيد فبيعمل ايه بيسحب كنبيالة على المسحوب عليه نصالح المستفيد علشان المسحوب عليه هو اللي يسدد المبلغ لمين للمستفيد فبيجي المستفيد قبل معاعد الاستحكاء وبيروح للمسحوب عليه بيقدم له الكمبيالة ممكن المسحوب عليه يرفض قبول هذي الكمبيالة ممكن يقوله انا ما عرف up shit انا هسدد لمين هسدد للساحب طيب في الحالة دي المستفيد هيعمل ايه؟ قلنا انه هو هيحرر احتجاج اسمه احتجاج عدم القبول طيب هنيجي بعد كده في الميعاد بتاع الاستحقاق في معاد الاستحقاق هيتوجه ايضا المستفيد علشان يستحق ايه؟ مبلغ الكنبيالة فايه اللي هيتم؟ طبعا لن يتم الوفاء فهيحرر احتجاج اسمه احتجاج عدم الوفاء يبقى هنا عندي هنقول قبل معاد الاستحقاق الحامل الشرعي بيقدم الكنبيالة للقبول لو لم تقبل الكنبيالة بيقوم بتحرير احتجاج اسمه ايه؟ احتجاج عدم القبول ادي اول احتجاج تاني حاجة معايا قلنا ان بعد كده في معاد الاستحقاق بيقدم الكنبيالة للوفاء وبيحرر احتجاج اسمه ايه؟ اسمه احتجاج عدم الوفاء يبقى دلوقتي الحامل الشرعي او المستفيد من الكنبيالة عمل احتجاج عدم قبول وعمل احتجاج عدم وفا طب مش الاحتجاجات دي بتتكلف مصاريف ومجهود ووقت ايوة طبعا يبقى الحامل الشرعي هو بيعملها بيكون مفسوط ولا متضرر لا الحامل الشرعي بيكون متضرر لانه بيتحمل مصاريف في تحرير الاحتجاج ما هو بقى بيروح وبيتوجه للمحكمة وبيطلع عند المحضرين وبيقوم عامل الاحتجاج ده عند المحضر وعمل الاحتجاج التاني بعدها في معادة الاستحقاق عند المحضر فكل ده وقت ومجهود ومصاريف زي ما قلنا طيب فبيعمل ايه بقى علشان يتفادى ده فبنقول ممكن اضافة شرط في الكنبيالة اسمه شرط الرجوع بلا مصاريف او شرط الرجوع بدون احتجاج مفاد الشرط ايه؟ مفاده ان شرط الرجوع بلا مصاريف او بدون احتجاج بيعفي الحامل الشرعي للكمبيالة من تحرير احتجاج عدم القبول وتحرير احتجاج عدم الوفاء يعني يمكن رجوع الحامل على الساحب وعلى المظاهرين وعلى الجميع دون تحرير ايه؟ دون تحرير هذه الاحتجاجات لكن خلي بالك الشرط ده بيعفي فقط من الاحتجاجات لكن مش بيعفي من واجباته الاخرى يعني مثلا لو جه تاريخ معاد الاستحقاق في الكنبيالة احنا قلنا في حالة تاريخ معاد الاستحقاق بيتوجه حامل الكنبيالة الى المسحوب عليه في المعاد علشان يستوفي منه قيمة الكنبيالة طيب لو حامل الكنبيالة ما رحش او ما توجهش للمسحوب عليه في معاد الاستحقاق قلنا هيكون ايه؟ هيكون حامل مهمل مهمل وبيعاقب بايه؟ بيعاقب بسقوط الكنبيالة زي ما هنشوف بعد كده طيب يبقى انا هنا عندي شرط الرجوع بلا مصاريف او بدون احتجاج بيعفي ايه؟ بيعفي من الاحتجاجات فقط لكن ممكن يعفي من واجب زي تقديم الكنبيالة في معاد الاستحقاق؟ لا ساعتها هيكون حامل مهمل طيب هنفرق بقى زي ما قلنا في الشرط ده ما بين حالتين فاكرين القاعدة اللي اتفقنا عليها في اول ما قلنا الشروط هي دي اللي هنرجع لها تاني في كل شرط للتأكيد قلنا لو الشرط وضع الساحب هيسري على ايه؟ الكنبيالة بالكامل ده اتفاق احنا متفقينه مع بعض يبقى لو الشرط وضع الساحب بيسري على الكنبيالة بالكامل فبيقدر الحامل انه يرجع على اي موقع في الكنبيالة دون احتجاجات ودون ايه؟ ودون مصاريف طيب لو الشرط بقى وضعوا احد المظاهرين اتفقنا مع بعض يا شطار بيسر الشرط على هذا المظاهر وحده تنفيذا لمبدأ استقلال التوقيعات يعني ايه؟ يعني احنا شايفين هنا في الحالة دي يمكن الرجوع على المظاهر اللي كتب الشرط يعني انا عندي هنا العلاقة العادية ما بين الساحب والمسحوب عليه والمستفيد جه المستفيد ظهر الكنبيالة لمحمود ومحمود ظهر الكنبيالة الحسن جي حسن كتب شرط الرجوع بلا مصاريف يبقى في الحالة دي إيه اللي هيحصل يبقى احنا لما هنيجي نرجع هنرجع على مين؟ هنرجع على حسن فقط يبقى يمكن الرجوع على المظاهر اللي كتب شرط الرجوع بدون احتجاج أو بدون مصاريف يبقى احنا ايه؟ هنرجع على حسن فقط ولكن باقي الأشخاص والمظاهرين لابد انه يحرر هذا الاحتجاج في ايه؟ في موجتهم طيب نيجي بقى التاني شرط عندي وهو شرط عدم القبول وشرط التقديم للقبول نبدأ مع بعض بشرط ايه؟ هنبدأ مع بعض بشرط تقديم الكنبيالة للقبول نرجع مع بعض للعلاقة السابقة اللي قلنا عليها اللي ما بين الأطراف وبعضيهم طيب الساحب له مبلغ عند مين؟ عند المسحوب عليه فيمكن ان يشترط الساحب على حامل الكنبيالة ضرورة تقديم الكنبيالة للمسحوب عليه للتوقيع عليها بالقبول يبقى ممكن الساحب هنا سحب الكنبيالة خلاص على المسحوب عليه ليه؟ لانه هو ليه مبلغ عند المسحوب عليه هو دائن ليه طيب فممكن في الحالة دي بقى يشترط على المستفيد او يشترط على حامل الكنبيالة أنه يقدم الكمبيالة للمسحوب عليه لأن إحنا عارفين أن تقديم المستفيد الكمبيالة للمسحوب عليه هو أمر إكباري ولا اختياري لا اختياري ليه؟ ممكن يقدمها وممكن ما يقدمهاش إلا إذا اشترط عليه الساحب أنه يقدمها ساعتها يبقى إكباري عليه أنه هو يقدمها للمسحوب عليه فبيلتزم المسحوب عليه وبيتعهد بدفع قيمة الكمبيالة في معاد الايه؟ في معاد الاستحقق قد يشترط الساحب تقديم الكمبيالة للقبول في معاد محدد أو بغير معاد محدد يعني ممكن يشترط الساحب على المستفيد أنه يقدم الكمبيالة مثلا في خلال أسبوع أو في خلال أسبوعين وممكن ما يشترطش معاد محدد طيب لو لم يلتزم الحامل بهذا الشرط بيكون إيه؟ بيكون حامل مهمد وخلي بالك الشرط ده ممكن يضع الساحب وممكن يضع المظهر طيب ندخل بقى على شرط عدم تقديم الكمبيالة للقبول مقتدى الشرط ده أنه بيمتنع على حامل الكمبيالة تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه قبل معاد الاستحقق إحنا قلنا لما جينا نتكلم على المسحوب عليه على المستفيد قلنا إيه؟ قلنا المستفيد ممكن يقدم الكمبيالة للمسحوب عليه قبل معاد الاستحقق طيب قلنا تقديمه للكمبيالة ليه؟ المسحوب عليه قبل معاد الاستحقق ده اختياري ولا وجوبي قلنا في الأصل أنه هو اختياري لكن فيه أوقات بيمتنع عليه بقى أنه هو يقدم هذه الكمبيالة ليه؟ المسحوب عليه قبل معاد الاستحقق إمتى؟ لو الساحب اشترط كده لو الساحب اشترط عدم تقديم الكمبيالة للقبول طيب ليه الساحب هيشترط ده؟ لأن فيه مصلحة للساحب في عدم تقديم الكمبيالة للقبول لذلك يضع الساحب فقط يبقى هذا الشرط يضع الساحب فقط طيب إمتى بيضع الساحب؟ لو مثلا الساحب ما كانش له مقابل وفاء عند المسحوب عليه احنا قلنا أن الساحب بيكون له فلوس عند المسحوب عليه طيب لو الساحب بقى ما كانش له فلوس خلي بالك أن الكلام ده وارد ما بين التجار يعني ممكن أسحب الكمبيالة عليه وبعد كده أقدم له مقابل الوفاء قبل معاد الاستحقاق ده جائس في التجارة في الحياة التجارية أي وجائس في الحياة التجارية يبقى ممكن الساحب ما يكونش له أو ما يكونش لسه أقدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه وخاف من قيام الحامل الكمبيالة بالتقدم للمسحوب عليه قبل معاد الاستحقاق ولسه ما حصلش على مقابل الوفاء فبيعمل إيه؟ فبيقوم شارط على الساحب بيشترط على المستفيد عدم تقديم الكمبيالة للقبول قبل معاد الاستحقاق فقلنا بيضع الشرط ده حتى لا يؤثر في اقتمانه ما هو كده كده هيقدم مقابل الوفاء في تاريخ معاد الاستحقاق لكن لو المستفيد أو حامل الكمبيالة راح للمسحوب عليه قبل المعادة ولأ إن الساحب ما قدمش مقابل الوفاء ده ممكن يؤثر فيه الاقتمان وهيؤثر كمان على صمعة هذا التاجر في السوق فاللي بيحصل إيه؟ إنه هو بيشترط على المستفيد ما تروحش للمسحوب عليه أو ما تتوجهش للمسحوب عليه قبل معاد الاستحقاق تمام؟ طيب بعد كده هنقول بيلجأ الساحب أيضا لإضافة هذا الشرط إذا كانت قيمة الكمبيالة ضئيلة يعني مثلا لو الكمبيالة بمية ولا بمتين جنيه هيروح بقى يصرف المستفيد فيه مصاريف بقى احتجاج واحتجاج عدم قبول فطبعا هتتكلف أكتر من قيمة الكمبيالة بكتير فيبقى بيلجأ الساحب أيضا لهذا الشرط إمتى إذا كانت قيمة الكمبيالة ضئيلة لتفادي مصرفات احتجاج عدم القبول ثاني شرط معنا وهو شرط عدم الضمان شرط عدم الضمان بيفيد بإيه؟ أو مقتضاء إيه؟ هذا الشرط بيقتضاء إن هذا الشرط من اشترطه لا يضمن لحامل الكمبيالة الوفاء بقيمة الكمبيالة إحنا كنا اتفقنا إن أي حد بيوقع على الكمبيالة فهو ضامن متضامن لهذه الكمبيالة الشرط ده بيعمل إيه؟ لا يضمن لحامل الكمبيالة يبقى اللي بيكتب الشرط ده لا يضمن لحامل الكمبيالة الوفاء بقيمة الكمبيالة طيب إذا كان الساحب هو اللي اشترط هذا الشرط الساحب له إنه يعفي نفسه من ضمان القبول لكن خلي بالك ما يقدرش يعفي نفسه من ضمان إيه؟ الوفاء يبقى نحفظها مع بعض كده في شرط عدم الضمان إذا كان الساحب هو اللي بيشترط فيبقى الساحب يقدر يعفي نفسه من شرط ضمان القبول يبقى عدم ضمان القبول فقط لكن هيقدر يعفي نفسه من ضمان الوفاء طبعا ما ينفعش إذن لكي يستفيد منه الساحب لابد أن يثبت أنه قدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه وإلا يكون قد أثرى على حساب الغير لما هو لو ما أثبتش أنه نقدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه يبقى احنا نقدر نقول هنا إيه؟ أنه هو أثرى على حساب الغير طيب لو الوضع الشرط هو أحد المظاهرين يقدر أحد المظاهرين لو الوضع أحد المظاهرين يعني أنه يعفي نفسه من ضمان عدم القبول وكمان من ضمان إيه؟ من ضمان عدم الوفاء وبيأسر الشرط ده زي ما اتفقنا على هذا المظاهر وحده تنفيذا لمبدأ إيه يا شطار؟ تنفيذا لمبدأ استقلال التوقعات طيب شرط اختار المسحوب عليه الشرط ده بيضيفه الساحب علشان يتلافع أختار السرقة أو التزوير اللي ممكن تتعرض لهم الكمبيالة فبيلتزم المسحوب عليه بناء على هذا الشرط بعدم الوفاء بقيمة الكمبيالة إلا إذا وصلوا اختار من جانب الساحب بساحب الكمبيالة يبقى لما حامل الكمبيالة هيتوجه للمسحوب عليه ويطلب منه الوفاء بقيمة الكمبيالة هيجي الأول المسحوب عليه هيقوله لا أنا منتظر الاخطار اللي هيجيني من مين من الساحب علشان أسدد لك أو أوفي لك قيمة هذه الكمبيالة يبقى احنا قلنا الشرط ده فايدته إيه لتلافي أختار السرقة أو تزوير الكمبيالة بكده نكون انتهينا من المبحث الأول وهو إنشاء الكمبيالة طيب نفتكر مع بعض اتكلمنا فيه عن إيه؟ اتكلمنا فيه عن الشروط الموضوعية لإنشاء الكمبيالة اتكلمنا عن الشروط الشكلية لإنشاء الكمبيالة اتكلمنا عن الأثار التترطب على تخلف أحد البيانات وأخيرا انتهينا من الشروط الاختيارية في الكمبيالة طيب دلوقتي هنبدأ مع بعض في المبحث الثاني وهو مبحث ايه؟ مبحث تداول الكمبيالة احنا اتفقنا مع بعض في تداول الكمبيالة ان احنا عندنا كام طريقة من طرق التداول يبقى هنقول لما نيجي نجاوب ونقول كيف يتم تداول الكنبيالة هنقول بتتم بطريقتين طيب ايه هما الطريقتين اول طريق عندي وهو التزهير والتاني هو ايه هو التسليم طيب تعالوا نفتكر مع بعض كده ايه هو التزهير قلنا التزهير هو بيان بيكتب على ظهر الكنبيالة يفيد نقل الحق الثابت بها الى اذن شخص اخر يبقى انا عندي الكنبيالة موجودة والاطراف كلهم موجودين فيها يبقى باجي بقى بقلب الكنبيالة على الظهر وبكتب المستفيد بيقلب الكنبيالة على الظهر وبيكتب ايه نقلت حق في هذه الكنبيالة الى فلان الفلاني وبكده يكون تم التزهير طيب عندي بعد كده عايزين نعرف مع بعض انواع التزهير عندي اول حاجة التزهير الناقل للملكية يبقى اول نوع من انواع التزهير التزهير الناقل للملكية تاني نوع عندي هو التزهير التوكيلي وتالت نوع هو التزهير التأميني يبقى فيه كم نوع من انواع التزهير؟ تلاتة تزهير ناقل للملكية تزهير توكيلي تزهير تأمين طيب تعالوا نبدأ مع بعض بالتظهير الناقل للملكية ايه هو؟ هو نقل الحق الثابت بالكنبيالة اللي هي قيمة الكنبيالة من المظاهر الى المظاهر اليه يبقى انا بنقل كل الحق كل المبلغ الموجود في الكنبيالة من المظاهر للمظاهر اليه يعني مثلا لو الكنبيالة بعشر تلاف جنيه يبقى انا هنقل العشر تلاف جنيه او هنقل الحق اللي موجود اللي هو العشر تلاف جنيه دول من ملكية المظاهر الى ملكية مين المظاهر اليه طيب بعد كده التظهير التوكيلي هو توكيل المظاهر في الكنبيالة الى المظاهر اليه في قبض قيمتها طيب يبقى انا هنا بعمل ايه يبقى هنا المظاهر بيعمل توكيل للمظاهر اليه علشان ينقل الملكية بتاعة القيمة اللي في الكنبيالة لا ده علشان بس بيوكله ان يقبض قيمة الكنبيالة مكان يعني مثلا لو المظاهر شخص ويه هيعمل توكيل للبنك مثلا في ان هو ايه الشخص دوت له كمبيالات في السوق كمبيالة بقى معتاجر في السويس كمبيالة معتاجر في البحر الاحمر كمبيالة معتاجر في الاسماعيلية مثلا طيب هل هيسيب بقى اعماله ويه هيروح يتوجه لكل محافظة علشان ياخد قيمة الكنبيالة اللي عند التاجر اللي موجود فيها لا فبيعمل ايه بيروح ليه البنك وبيعمل لهم انا عايزكم بيعمل لهم توكيل بحيث ان هما يحصلوا بدلا منه قيمة هذه الكنبيالات طيب لما هيحصلوها هتوضع هذه الكنبيالات في حساب مين في حساب البنك ولا في حساب التاجر اللي معانا اللي عمل التوكيل اللي هو المظاهر لا طبعا هتتحط في حساب المظاهر اللي هو التاجر اللي معانا يبقى هنا دلوقتي في التظهير التوكيلي هل انا بنقل قيمة الحق ولا بعمل توكيل فيها لا انا بعمل بس التوكيل فيها لقبضها ولكن بتفضل ملكية الحق موجودة لمين للمظاهر زي ما هي يبقى قلنا التظهير التوكيلي توكيل المظاهر في الكنبيالة الى المظاهر اليه في قبض قيمتها طيب هنيجي بقى للتظهير التأميني هو رهن الحق السابت في الكنبيالة فمثلا لو التاجر دوت بيمر مثلا ليه فلوس في السوق لكن ما عندوش سيولة فبيعمل ايه فممكن يظهر الكنبيالة اللي معاه للبنك مثلا وبياخد القيمة اللي موجودة فيها فده اسمه تظهير ايه اسمه تظهير تأميني وهناخده بالتفصيل ان شاء الله في الدرس المحدد ليه طيب تعالوا نبدأ مع بعض بقى باول نوع من انواع التظهير وهو التظهير الناقل للملكية وبنطلق عليه ايضا التظهير التام يبقى لما نقول التظهير التام صح ولما نقول التظهير الناقل للملكية ايضا هو مسمى صحيح طيب فيه التظهير التام هندرس فيه ايه هندرس فيه اول حاجة شروطه وهندرس فيه تاني نقطة وهي ايه اثاره طيب نبدأ مع بعض بشروط التظهير التام وأنا عندي فيه شروط موضوعية وفيه شروط شكلية طيب نبدأ مع بعض بالشروط الشكلية عندي أول شرط من الشروط الشكلية وهو كتابة التظهير على ذات الكمبيال وذلك تطبيقا لمبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية لو تفتكروا احنا اتكلمنا مع بعض الحلقة اللي فاتت عن مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية وقلنا ان هو مش مقرر علينا بس احنا بنعرفه علشان نقدر نترجم لما يقولنا ان لازم التظهير يكون على ذات الكمبيال لازم اكون عارف ليه على ذات الكمبيال هنقول ده تطبيقا لمبدأ الكفاية الذاتية طب ايه هو مبدأ الكفاية الذاتية قالك هو معناه ان تكون الكمبيالة كافية بذاتها للدلالة على مضمون الالتزام الصرفي دون الرجوع لغير ما هو وارد فيها يعني ايه يعني انا اول مفتح الكمبيالة لازم الاقي فيها هقدر اشوف تاريخ انشاءها عايزة اعرف طريق الانشاء الا ايه عايزة اعرف مكان الانشاء الا ايه مكان الوفاء الا ايه مين هم اطراف الكنبيالة الساحب والمسحوب عليه والمستفيد الا ايه هم موجودين لو تم التظهير في الكنبيالة تم تظهيرها كم مرة الا ايه موجود في الكنبيالة المبلغ الموجود في الكنبيالة كان الا ايه موجود في الكنبيالة يبقى لازم الكنبيالة تكون كافية بذاتها علشان تدل على البيانات الموجودة فيها أو تدل على مضمون الالتزام الصرفي من غير بقى ما ألجأ لورقة خارجية يعني ما ينفعش أقول مثلا عند المبلغ ويتم الرجوع لنصوص العقد البيع بيننا ينفع؟ لا يبقى هنا لازم تكون الكمبيالة كافية بذاتها وده معنى مبدأ الكفاية الذاتية فإحنا كنا بنقول إن الكمبيالة لابد أن تكون كافية بذاتها طيب لا يعتد طبعا بالتظهير الشفوي يبقى التظهير لابد أن يكون على ذات الكمبيالة فبالتالي لا يعتد بالتظهير الشفوي كذلك لا يعتد بالتظهير الذي يتم على ورقة مستقلة يعني أنا قدامي الكمبيالة ما ينفعش أقوم جايبة ورقة خارجية وكتبة عليها التظهير طيب يحصل إيه؟ لو إحنا جينا ظهرنا الورقة أو ظهرنا الكمبيالة أكتر من مرة على الظهر بتاعها وامتلقت جميع الفراغات الموجودة فيه في الحالة دي هنجيب ورقة وهنلحقها بالكمبيالة وهندبسها فيها وهتسمى إيه؟ هتسمى الوصلة يبقى إذا الوصلة هي امتداد لظهر الكمبيالة وبيتم تدبسها فيها وإلحقها بيها طيب تاني شرط من الشروط الشكلية ضرورة أن يتضمن التظهير بيانات معينة يبقى أنا عندي في بيانات معينة لابد أن تكون موجودة إيه؟ في التظهير زي تاريخ التظهير، المبلغ، بيان الأمر أو الإذن، بيان اسم المظاهر إليه وتوقيع المظاهر طيب نتكلم بعد كده عن الشروط الموضوعية في التداول الكمبيالة طيب أو في الشروط الموضوعية في التظهير عندي أول شرط أن يصدر التظهير من الحامل الشرعي للكمبيالة أن يرد التظهير على كل مبلغ الكمبيالة أن يكون التظهير باتاً غير معلق على شرط طيب تعالوا بقى ناخد الشروط دي ونفسرها ونفهمها بالراحة كده مع بعض أول شرط أن يصدر التظهير من الحامل الشرعي للكمبيالة لا بد أن يصدر التظهير الناقل للملكية من المالك الحقيقي للكمبيالة ليه؟ لأن المالك ده هو اللي بينقل حقه فين في الكمبيالة ممكن يبقى فيه كمبيالة أنا ملياش أي علاقة بيها وآجيها ومعاملة تظهير فيها لا يبقى التظهير الناقل للملكية خاصة لا بد أن يصدر من المالك الحقيقي للكمبيالة طيب وانا اعرف منين ان الحامل الشرعي ده هو المالك الحقيقي للكمبيالة هنسبة حقه في الورقة وفقاً لسلسلة متصلة غير منقطعة من التظهيرات يبقى هلاقي ان اكرم ظاهر لمحمود ومحمود ظاهر لحسن وحسن ظاهر لمصطفى يبقى هنلاقي ان في سلسلة متصلة وغير منقطعة من التظهيرات يبقى اخر شخص فيهم هو الحامل الشرعي المين للكمبيالة تاني حاجة او تاني شرط معنا ان يرد التظهير على كل مبلغ الكمبيالة انا لو عندي كمبيالة بعشرين الف جنيه يبقى لما اجي اظهرها هظهر العشرين الف جنيه كاملين مش هظهر جزء منهم يبقى لكي ينتقل الحق الصابت في الكمبيالة الى ملكية المظاهر اليه لابد ان يرد التظهير على كل مبلغ الكمبيالة لانه سيترتب عليه انتقال حيازة ثق الكمبيالة الى حيازة المظهر اليه يعني انا لما هاجي اظهر له الكمبيالة هكتب له على الظاهر بتاعها هكتب ايه تم نقل حق في هزيه الكمبيالة الى فلان الفلان وبقوم مدياله مسلمة ايه مدياله الكنبيالة طيب المبلغ اللي موجود في الكنبيالة عشرين الف ينفع اظهر له عشرة بس ايه هتديل نص الكنبيالة هقسمها نصين طبعا اه لا يبقى الله هيحصل ان انا لما باجي اكتب التظهير بيكون بيرد على كامل او على كل مبلغ الايه الكنبيالة فلا يجوز ان يرد التظهير على جزء فقط من مبلغ الكنبيالة لان ذلك يتعارض مع تسليم الكنبيالة الى المظاهر اليه كاثر من اثار التظهير احنا لما هنيجي نتكلم كمان شوية عن اثار التظهير هنقول ان من ضمن الاثار تسليم الكنبيالة من المظاهر للمظاهر اليه طيب احنا قلنا يبقى لازم يكون المبلغ كامل عشان اقدر اسلم الكنبيالة لمين للمظاهر اليه طيب تالت شرط معايا ان يكون التظهير باتا غير معلق على شرط وذلك لتقوم الكنبيالة بوظيفتها كادات وفاء للنقود يبقى انا لما اجي اظاهر الكنبيالة ماينفعش اقول مثلا نقلت حقي في الكنبيالة الى فلان الفلاني اه اذا تمت الصفقة بنجاح انا كده علقتها على شرط وده يجوز لا يجوز ليه لان بمجرد ما قدملك الكنبيالة انا كده باستخدمها كايه كادات وفاء بدل النقود يبقى مجرد ما انا سلمتلك الكنبيالة وظهرتها لك يبقى انا كده نقلت حقي فيها يبقى انا سديت الدين اللي علي ليك يبقى ماينفعش تكون الكنبيالة معلقة على شرط تعالوا بقى احنا كده عرفنا الشروط التظهير التام وعرفنا ان هي شروط شكلية وشروط موضوعية نتكلم دلوقتي عن انواع التظهير التام احنا عندنا تلات انواع من التظهير التام اولا التظهير على بياض وعندي التظهير الاسمي وعندي التظهير لحامله في الحقيقة احنا اللي مقرر علينا السنة دي هو التظهير على بياض بس تعالوا برضو نتعرف مع بعض على التظهير الاسمي والتظهير اللي حامله علشان وإحنا بنتكلم هنتكلم عنهم في سياق حدثنا فيبقى ما نبقاش مش فاهمين ايه اللي احنا بنتكلم فيه طيب نعرف مع بعض اول حاجة التظهير الاسمي وبيكون المظاهر اليه معروف ويكون هذا التظهير على وجه الكنبيالة او ظهر الكنبيالة لانه قاطع الدلالة على انه تظهير يعني انا بيجي المظاهر على وجه الكنبيالة او على ظهرها وبيكتب مثلا ما قالت حق فيه هذه الكنبيالة الى فلان الفلاني وبيكتب ايه بيكتب بياناته يبقى ده كده هنقول ان هو مصطلح او كلام صريح ومعروف على ان ايه تم التظهير يبقى دا كده هنقول هو قاطع الدلالة او المظاهر اليه في هذا التظهير كتب التظهير الاسمي بوضوح على وجه الكنبيالة او على ايه او على ظهرة تاني نوع معنا هو التظهير لحامله وبيكون التظهير للحامل بحيث تصبح الورقة متدولة بمجرد التسليم يبقى هو مش بيكتب اسم الشخص اللي هو ظهر له او ممكن يقول تم التظهير مثلا لحامله بالحالة دي هيتتحول الكنبيالة من التداول بالتظهير للتداول بالايه بالتسليم طيب عندي بقى التظهير على بياض وهو ده اللي مقرر علي في الكتاب المدرسي وبيتميز التظهير على بياض بالبساطة ليه لاقتصار بياناته على توقيع المظاهر فقط او توقيع المظاهر واسم المظاهر الي يبقى انا عندي في التظهير على بياض بيكتب المظاهر بياناته بيوقع وبيكتب ايه او توقيع المظاهر واسم المظاهر اليه فقط يبقى ايه اما هو بيوقع او بيكتب اسم المظاهر اليه مع التوقيع طب امتى بيكون التظهير على بياض قالك اول حاجة اذا اكتفى المظاهر بالتوقيع على ظهر الكمبيان يعني هيجي المظاهر هيقلب الكمبيانة على الظهر وهيكتب الصيغة بتاعت التظهير بتاعته وبيوقع طيب تاني حالة اذا كتب المظاهر تظهير كامل ولكن لم يكتب اسم المظاهر اليه وبيكتب هذا النوع او في هذه الحالة ممكن يكتب على ظهر او وجه الكمبيانة لان احنا زي ما احنا شايفين المظاهر بيكتب تظهير كامل لكن لم يكتب اسم ايه المظاهر اليه فده برضو بيكون تظهير على بياض طيب حامل الكمبيانة في حالة التظهير على بياض ممكن يعمل ايه؟ يعني انا دلوقتي جه المستفيد او جه المظاهر وظهر لي او نقل حق لي في الكمبيانة فاصبحت انا المظاهر اليه هو ما كتبش اسمي ما كتبش اسم هو ظهر ووقع وبس كتب صيغة التظهير والتوقيع بتاعه ما كتبش اسمي في الحالة دي حامل الكمبيانة انا اعمل ايه ساعتها؟ قالك قدامك حاجة من ثلاثة يا اما اني هملأ البياض يعني هكتب اسمي هكتب مثلا ايمان محمد في اسم المظاهر اليه يبقى في الحالة دي كده انا مليت البياض واصبح ايه؟ اصبح تظهير اسمي يبقى تحول من تظهير على بياض لتظهير اسمي طيب ممكن يملأ البياض بكتابة اسم شخص اخر يعني ممكن اخد منه الكمبيانة وما حطش اسمي بقى لا اكتب مثلا محمد علي يبقى انا كتبت اسم شخص ايه؟ اسم شخص اخر يبقى انا في الحالة دي اسمي تحط في الكمبيانة؟ لا يبقى في الحالة دي انا ايه انا خرجت برا الالتزام الصارفي تماما انا موقعتش على الكمبيانة يبقى في الحالة دي هل انا ضمن لها بعد كده؟ لا يبقى هنا ممكن في الحالة التانية الحامل يملأ البياض بكتابة اسم شخص اخر وبيخرج هذا الحامل برا الالتزام الصارفي تماما تالت حاجة بقى ممكن يعملها انه يسلم الكمبيانة دون ملء البياض او تظهيرها يبقى في الحالة دي هو يبقى تدول الكمبيانة بايه؟ بيئة تسليم هو سلم الكمبيانة زي ما اخدها زي ما ايه؟ زي ما سلمها عايزين نعرف مع بعض بقى صيغة التظهير التين احنا عندنا هي الكمبيانة مستوفية جميع البيانات اللي اتكلم عنها المشرع وكمان المسحوب عليه موقع عليها بالقبول فهيجي المستفيد اللي هو مين؟ اللي هو المفروض اكرم هيجي يظهر الكمبيانة لشخص اخر طيب هتبقى ايه صيغة التظهير التام؟ هيكتب ادفعوا لامر بنك كذا والقيمة وصلتنا نقدل والقيمة وصلتنا ايه؟ وصلتنا نقدل وهيكتب التاريخ والمظاهر هيوقع تحت الصيغة اللي كتبها بتاعة التظهير التام يبقى نركز مع بعض في صيغة التظهير التام طيب نتكلم بقى على الآثار المترتبة على التظهير التام يبقى انا عندي هنعرف دلوقتي ايه هي الآثار المترتبة على التظهير التام عندي اول اثر هو انتقال الحق الصرفي السابت بالكمبيالة الى ملكية المظاهر اليه يبقى انا بمجرد ما بيتم التظهير التام اول اثر بيحصل ايه؟ انه بينتقل الحق الموجود السابت في الكمبيالة لملكية المظاهر اليه فبمجرد التظهير بينتقل الحق هو ايه الحق السابت في الكمبيالة؟ هو المبلغ الموجود في الكمبيال يبقى بمجرد ما يتم التظهير بينتقل هذا المبلغ وبينتقل هذا الحق بجميع ضماناته الى المظاهر اليه دون الحاجة للحصول على رضاء المسحوب عليه او الساحب يبقى بمجرد ما بيتم التظهير هيرجع تاني المظاهر اليه؟ هيرجع بقى ياخد او المظاهر هيرجع ياخد رأي الساحب او المسحوب عليه؟ لا هو بمجرد ما بيظهر بينتقل الحق لمين؟ بينتقل الحق ليه؟ المظاهر اليه تاني اثر معايا هو التزام المظاهر بضمان الكمبيالة يعني لو انا ظهرت لك الكمبيالة كتبت عليها لصيغة بتاعت التظهير اللي تكلمنا عليها انا بمجرد ما ظهرتها لك خلاص بقى انا كده انا كده برجع وبقول انا ملياش علاقة او خرجت برا الالتزام الصرف الموجود في الكنبيالة قالك لا في الحالة دي بمجرد تظهير الكنبيالة بيتحول المظاهر من حامل شرعي الكنبيالة الى ضامن في الكنبيالة طب بيضمن ايه بيضمن حكتين بيضمن ان المسحوب عليه بيقبل الكنبيالة يبقى بيضمن لك ان المسحوب عليه هيقبل الكنبيالة وهيضمن لك كمان الوفاء بقيمتها عند حلول معاد الاستحقاق تالت أثر معايا عدم الاحتجاج بالدفوع وهو قاعدة تطهير الدفوع وطبعا إحنا قاعدة تطهير الدفوع علشان نتكلم عنها فهتاخد معانا وقت فهنرجعها بإذن الله للحلقة القادمة لأن وقت حلقتنا النهاردة بكده بيكون انتهى وإحنا نعرف مع بعض إحنا تكلمنا عن إيه يبقى إحنا النهاردة بدأنا فيه الكلام عن تداول الكمبيالة يبقى فيه تداول الكمبيالة إحنا عرفنا أنها بيتم تداولها بكم طريقة بطريقتين أول حاجة قلنا التظهير وقلنا التسليم وعرفنا أن التظهير ليه شروط شكلية وشروط موضوعية واتعرفنا عليهم بعد كده اتكلمنا عن فيه التظهير اتكلمنا عن أنواعه وعرفنا أنه عندي تظهير ناقل للملكية أو التظهير التام وعندي تظهير توكيلي وفيه التالت نوع هو التظهير التأميني واتكلمنا عن التظهير الناقل للملكية وتوقفنا عند آثاره ونستكملها في الحلقة القادمة بإذن الله أشوفكم على خير وإلى اللقاء قريب بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة